السلام عليكم أنا عندي مشكلة مع الخطوط الملكية المغربية سافرت معهم في شهر 6 ونحن دبقوا في شهر 8 والآن ما زال ما تصلت بالشانطة ديالي فسوش طلت الهنا يا الكوبنهاجن در الدكلاراسيو بأن الشانطة ديالي رها ضعت لي وفي ذلك الساعة عيطوهم الخطوط الملكية المغربية وقالوا لي هم ره وقع واحد الخطأ ره سبعات ديال لي فاليس نسينا ما حطيناهم دبق طيارة لي جاي ان شاء الله سوف نعطيكم انصف لهم وليس ديالي الحد الآن نحن في شهر 8 ما زال ما توصلنا لبتشي حاجة فوق ما نعطوهم كي يقولوا لنا ما عندنا احتشي معلومات وهذه مكلامة سوف ندوز هذا من السيد اللي خدمت الماقش نجاوب لك يا طيولينا أنا سوف نقوم كبير الصوت باش تسمعه السلام عليكم أختي أختيها فك أنا سافرت في شهر 6 نهار 28 في الشهر درت كازا بلانكا كوبنهاجن والحد الآن ما وصلتنيش لفاليس ديالي درت الدكلاراسيو في شهر 6 نهار 28 أختي أنا ما بغيتش التعويض أنا بغيت الشانطة ديالي لحق الشانطة ديالي فيها أوراق ثبوتية ديالي أنا ما بغيتش التعويض أنا بغيت الشانطة ديالي أنا غدي نعطيك عفاك النمرة ديالي لطوصي ديالي وقلبيلي يالي أنا ما بغيتش تسد البحث سي بي أش سي بي أش إكس هاش حداش لالف سي بي أش إكس هال إكس تريي أش من بعد واحد واحد سفر 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 سي بي أشياء حداش بي أشياء حدود لحدك في المحاقي عيط لهم قالوا لي إحنا ما بغيتش تحديثت شي علاقة بك خصكيت الشركة معمل صفرتي همين اللي حلوا الكدوسي إحنا يا إحنا ما نصفتلكش أصلا الباليزة ديالك وأنا فاش كانت مجاتنيش الباليزة ديالي ومشيت عندهم فاش عيطوا الغوية الأغنقوك قالوا لهم إحنا وقعوا حد الغطاء ما نصفت نصب عدلي فاليز قالوا الطيارة اللي جايها غدي نصفتهم الآن لا يوجد شيء. أصفت إيمايلات. كتبت التشيك. أنا ما عندي حتى شي واحد. أنا ما عندي حتى واحد يمشي الكازا يسول. ما نفعله؟ لأن في كوبنهاجن قالوا لي عندنا ناس خمسية. كان قوم تابعين بأنها وصلت ما وصلت. بما أنها ما وصلت من بعد شهر. تشوفي مع الشركة التي سفرت معها. الشركة التي سفرت أنا معها. فأنا لا نعيد. رغم أنها في الباليزة ديالي فيها تيكت إلكترونيك. فيها لتحلات. شوفي. إلا تحلات فيها الأوراق التوبتية ديالي. بأنها كتبت أنها ديالي. أنا ما عندي حتى شي واحد ينصفه الكازابلانكا. كيف سنفعل؟ ما هو الحل؟ كان قد يكون دهشي واحد. مثلا أخذها في الباليزة ديالي. الباليزة ديالي ما زال في كازابلانكا. ما تشوفه أخذ أخي؟ وخختي. وخختي. حنا يسعدنا السيد اللي صفر معايا من بعد الشهر. لقد قلت لك ديالي. مرحبا. بحاجة لك. هذه المهدرة. لماذا؟ ليس لديك أخيبة. لقد أعود أن أعود. بحاجة إلى الهدى. ما هو الحل؟ بغيت نعرف شي حل. أيت ذمر للسلطان و لم يجاوبوني أيت ذلك المطار لم يجاوبوني لم يجاوبوني كان ذلك المطار لم يجاوبوني و لم يجاوبوني قد شاهدوني بحفة الإسرائيere قمت بأسهله أنت تفعلي الوصف من أنت في رأسي شيكري لا انا انا اخذت التعريف لن اذا شغلت التعريف لا أريد الدخول انا اريد الطبيب طبيب لا استطيع التعريف لا استطيع التعريف التعريف على الطبيب كيف حصل لا تريد قبل تبع اذا لم تشكو لديك شيئا شكرا انتبه الى الحجرة انك تسافر معهم وتعطيهم فلوسك وفتالي يقولوا لك ما له غزمة وما عندنا حتى شي حل اخر اللي عندك سفطي الكازا كيف قد ندير نمشي الكازا؟ ماذا عندي سفطي الكازا وانا هنا في كوبن؟ ها قنويلا بغيت نمشي الطيارة كتسوات ثامان واش هادي ماشي حقرة؟ تعطي فلوسك وتبقى تعطيهم في التليفون يوميا والدرجة النوم ولو كي يعرفوك وفتالي يقولوا لك ما كين حتى شي حل واش كين شي واحد كي يترا في هكا؟ ولا غير حنا المغربة اللي يخصنا دائما نبقى بكي ونهضروا على المرحجتنا فين كاسي وزير تجهيز والنقل؟ تشوف شنو كي يترا فينا ولا مفرسك؟ فين كاسي مور مدير المطارات؟ واش هاد شي مفرسكو مش؟ واش هو يجي فيها أوراق فيها كل شي فيه وقد تقولك ما له غزمه ما يمكن ليش لقها لك الشنطة ديالك؟ انا درت هذا الفيديو هذا على الاقل لا يوصل الصوت ديالي وتوصل لمعاناة ديالة اللي كان عانيه معها لخطوط الملكية المغربية اللي يومها مسؤولين على الضيعة ديال الشنطة ديالي رغم أن فيها الأوراق ديالي فيها تيكي مخلصة كل شي هذا شي راح حرام راح حرام راح حرام بخطوط؟ أ Franأس